وانا واحد من الناس ادعي ان انا من اشد 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 المتحمسين لها واتذكر ان انا مرة قابلت معالي وزير الزراعة واتكلمت معايا في زراعة نبتة اسمها اشواجاندا طبعا ليه كل الناس دلوقتي طالع عليها موضة والاشواجاندا وتاخد الاشواجاندا ولا ما تاخدش الاشواجاندا خلاصة القول على قد قريتي مثلا يعني حتى لما اتكلمت معايا الوزير قال احنا هندرس ده فعلا بشكل بمنتهى الجدية ينفع نزرعها ولا ما ينفعش طب لو ينفع طب احنا حجم وارداتنا من هذه النبتة قد ايه لانها بتخش بالصناعات الدوائية وما الى ذلك والصناعات بقالية بتاعت ايه مش عارف العشبة الطبيعية فبتخليك عندك كده نشاط وحيوية وترفع معدل الطاقة وكلام منت وكلها تقريبا ادوية مستوردة وقل منها ادوية بيتم عملها محليا النبتة نفسها بتستورد قليل جدا من المنتج المحلي اللي بيستمي استخدامه طب انا في مصر عندي قدر على ان انا اوسع من حجم زراعات النبتات الطبية في مصر اعتقد ايوة طيب هل وزارة الزراعة هتساعدني في ده انا من غير معرف هقولك ده مما لا شك فيه خليني بقى هنا اخد على تليفون دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسمه زارة الزراعة اهلا بك يا دكتور اهلا وسهلا بحضرك يا رتوس عامل يا دكتور مسألة انه يبقى فيه عندنا توجيهات حقيقية من حضراتكم وتوجيهات بالتأكيد من الحكومة والرئيس لدعم ملف النبتات الطبية ايه الحوافز اللي احنا هنقدمها للمزارع وما الى ذلك علشان يبقى فيه عندي توسعة في حجم الرقعة الزراعية المزروعة بالنبتات الطبية سواء اذا كانت توسع الافقي او التوسع الرأسي بتاعها وده طبعا هيضيف لملف الصادرات الزراعية المصرية كتير جدا من الدولارات لو صح الكلام يعني يعني الاول اسمح لاشكر حضرك طبعا انا لا شكرك الله يخلى حضر اكرمنا فعلا مجال النبتات الطبية العفلاء ده واحد من المجالات الوعادة بالنسبة للطبية وممكن احنا عندنا فيه مزايا نسبية وبنشوف قرى وبنشوف اماكن بتعتبر بها ريادة في هذه النبتات نواعيات النبتات الطبية والعفلاء المختلفة ومع الوزير الحياة بيوجه بشكل مستمر لكل قائلات الزراع بضرورة ايجاد عوص تطبيقية وضرورة التطبيقات بتطوير هذا المجال لما له من اهمية لديات الزراعات وتعظيم الزراعات ويمكن دوما بيكون في دقاءات دورية وكان اخرها اليوم حتى لدراسة وبحث قدية تطوير مجال التواصل في زراعات نبتات الطبية العفلية ونحن نتكلم عن البتات الطبية العفلية منفعش نتكلم على حيثة الزراع ونقف انها دي منظومة متكاملة تبدأ بتطوير الارض وتطوير اساليب الزراعة وتوفير المستلزمات اللازمة وتوفير معاملات مبعض الحصاد وتوفير البحث العلم بيساعد على تطوير الانتاجية وايضا توفير المساحات بيمكن الزراعة فيها في الموضوع متكامل ودايما بيكون فيه رؤية شمولية وده كان يعني بيبقى دايما مطفوح فيه كل الاجتماعات وكل التوجهات مع الوزير في هذا الاطار ويمكن كان من ضمن التوجهات ضرورة ان تتكاتف الجهود ويتم تكسيف الجهود للبحثين والمختلف القطاعات التابعة للوزارة لأعداد خطة واضحة لتوسع في المساحات المنزرعة وتعظيم انتاجية الانتاجية طب حلو جدا دكتور محمد يعني انا عارف برضو ان حضراتكم بازلت جهد كبير جدا في مسألة زراعة الججوبة على سبيل المسال وتحفيز الناس على هذه الزراعة فعرفنا دلوقتي ان مصر من البلاد الصالحة جدا لزراعة هذه النبتة واصبح لنا سمعة جيدة فيها لكن هل بدأت الوزارة في اعداد زي قائمة بانواع النباتات الطبية اللي عاوزين نشتغل عليها اللي هي صلحة للتربة المصرية صلحة لطريقة الرأي المصري صلحة للجو والاحوال المناخية بالذات بعد المتغيرات المناخية الجديدة؟ يعني خلينا اقول لحضرك وطبعا اكيد بيكون في مقترحات اولية وفي اكيد رؤى بس احنا عندنا مراكز بحثية متخصصة مثل مركز بحثة زرعية ومركز بحثة الصحراء ودي مراكز متخصصة وعندنا فيها متخصصين في المجال النباتات الطبية مراكز بحثة الصحراء متخصصين في الدراسات الاقتصادية للمسيحات الصحراء والاراضي جديدة مراكز بحثة الصحراء وانسب المنتجات او المحاصيل يمكن زرعية فيها المباحثين في المركز بحثة زرعية بيحثدوا الانواع والاحتياجات الارضية والمائية لكل نوع من انواع النصرات الطبية اللي بيطلع دراسة مشتركة مش بس كده كمان الدراسات تسويقية ودراسة ثلاث القمى المضافة ومدائب قيمة اعلى منتجة على الحساب الاخر كل دي بتخش في المعاملة يمكن ده كان دايما توجيه مع الوزير بضرور ان تنتجاتك الكهود وان يكون فيه بحث علمي حقيقي ويتكامل الكهود للدراسة فده اكيد هتطلع الخطة ان شاء الله وده اللي مع الوزير يمكن ده كان اللقاء التاني او الثالث اللي بيتم عقده لدراسة ومتابعة عملية الاعداد خطة لتطوير نفرات الطبية العبرية وان شاء الله يعني تكون فيه خطة مجهزة متكاملة واضح فيها بكل المعالم مشترك فيها كل السئات او كل القطاعات داخل الوزارة ويتم عرضها بإذن الله على كافة الامنين يعني مسألت القيمة المضافة دي اصلها فعلا مهمة جدا 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 من يبقاش بس بنكتفي بتصدير هذا المنتج من المحاصيل او النباتات الطبية والعطرية يعني منتجات معبقة في هيئة خام مسألت القيمة المضافة دي شديدة الاهمية انا بشكرك جدا 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 دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة والتصلاح الاراضي